نتناول في هذه الصفحة من درس الماسونية نقطتين أساسيتين إحداهما تتناول شعارات الماسونية هذه الشعارات والرموز الماسونية التي تتمثل في البركار والزاوية وهما رمز العام للماسونية وكذلك علامة الأستاذ الأعظم البركار والقوس وصورة العين المشعة داخل مثلث وعلامة المنبه الأول الأعظم ميزان البناء وعلامة المنبه الأعظم خيط الشاقول وعلامة المهندس الأعظم البركار ولكن يشار إلى الله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرة يشار إليه باسم مهندس الكون الأعظم ويسمى كل تنظيم ماسوني محفلة هذه المحافل أو تلك الطبقات هي النقطة الثانية من نقاط هذه الصفحة الماسونية أما طبقات ماسونية فهي متعددة منها الطبقة الأولى وتعرف بالماسونية الرمزية العامة وهذه الطبقة متاحة لجميع الأجناس والأديان وينقسم أعضاؤها إلى ثلاث فئات المبتدئين ثم الأساتذة ثم الأساتذة الأعظم الذين يرأسون محافل الماسونية الطبقة الثانية تعرف بالماسونية الملوكية أو العقد الملكي ويسمى العضو فيها رفيقاً كما يعرف رئيس المحفل بالرفيق الأعظم وكان أعضاؤها جميعاً من اليهود ثم سمح للأساتذة العظام للمحافل الماسونية الرمزية العامة بالاندماج فيها على أن لا يتجاوز فيها مرتبة الرفيق وهي أدنى مراتبها كذلك من طبقات الماسونية ما يعرف بالماسونية الكونية وهذه تتكون من رؤساء محافل العقد الملوكي وهي محفل واحد جميع أعضائه من اليهود ولا يعرق مقره ولا رئيسه الملقب بالحاخام الأعظم غير أن المشهور أن الماسونية الكونية يديرها المحفل الأمريكي المؤلف من اليهود الصهيونيين الرومانيين ولكل درجة من درجات الماسونية رموز خاصة وشارة خاصة وتحية معينة وأسرار محددة تتسع دائرتها كلما ارتقى العضو إلى درجة أعلى وتختلف باختلاف طبقات المحافل ولا يجوز لدرجة أن تطلع على أسرار وتعاليم الدرجة التي تعلوها اشتركوا في القناة